فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية هذا إشارة يا شيخي لأنه قد لا يدرك ذلك إلا من يختلف الناس في إدراك الحكمة من هذا وجهة شبه قولهم لا يعرفه إلا من الواجب على المسلم الامتثال الواجب على المسلم الامتثال سواء عرف الحكمة أو لم يعرفها وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ما دام أنه مسلم فإنه يجب عليه الامتثال فإن عرف الحكمة فبها ونعمة وإن لم يعرفها فإنه يجب عليه الامتثال ويعتقد أن الرسول لا يأمر إلا بشيء فيه مصلحة أو دفع مضرة